صدور الفراق بطريقة جيدة من غير الكريمة ولا جبنة والطعم حكاية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الله محفظ لأبي أم أموات المسلمين أجمعين أهلا بكم نادي كل الستات وهنعمل مع بعض النهار تصدور الدجاج مع الرز البسمتي بطريقة حلوة جدا جدا ومختلفة وتعتبر اقتصادية مش هنستخدم بها أي نوع من أنواع الجبنة ولا الكريمة ولا أي حاجة من حاجات دي والرز ما شاء الله مفلفل وجميل إزاي وعملنا لدركيه كده حلوة ديت الألوان الجميلة ديت يلا نبدأ على بركة الله لو أول مرة تشوفونا ما تنسوش تعمونا بلايك وكمنت حلو زيكم مبدئين أنا معاي شرايح من الفراخ وأنا أي فراخ قبل ما بشيلها في التلاجة بحط لها ملح وفلفل وبحط ورقتين ثلاثة زغطر أخضر ده زغطر فرش عندي أنا زرعيه بيدي نريحة كده حلوة جميلة هقلبها بالشكل دوت وبشيلها عمتا على طول الحركة دي بعملها عشان تشوفوها دلوقتي طالعها مجمدة شوية ما فيش مشكلة خالص معلقة بقى من السمنة مع معلقتين الثلاثة من الزير وحط الفراخ بتاعتي وأفضل أقلب فيها أشوح فيها لما تنزل المياه بتاعتها ممكن تعملها بالفراخ فرش على طول مباشرة أنا باخدت حتة النسار اللي بتبقى في ظهر البنية اللي هي السلخة دي بعملها بقى هشوير ما بعملها حاجة بصراحة لما بتتقلي ما بتبقاش ايه لطيفة هفضل أقلب كده في الفراخ لهواية ما تستوي تماما بعد كده هشيلها في نفس الطاصة هشوح بصل الميزة في الأكلة دي تنهي بتبقى كلها في طاصة واحدة هحط معلقة من الطماطم المركزة هشوح فيها البصل هو كمان لغاية ما ياخد لون كده بعد كده هزود شربة لو ما فيش شربة ما فيش مشكلة ممكن مياه ومكعب مرأة لو انت عامل المرأة في البيت وبعد كده هحط كوب باية لبن ومعلقتين من الدقيق واحنا باللبن والدقيق استخدنا كده عن فكرة الكريمة او الجبنة وهنبدأ نقلب كده هيبقى السوس بنكي شوية لغاية ما تكتلات بتاعت الدقيق دي تروح خالص هنرجع الفراخ بالسوس دو هتاخد لها غلوة كمان وهنزبط الملح والفلفل وهنحط حبة من البابريكا عشان يخل اللون بتاحها بنكي كده شوية وردي كده شوية بيبقى جميل وبيديها طعم خاصة لو كانت البابريكا مدخنة طبعا بتفرق جدا في الطعم والبابريكا من الحاجات اللي يعني حبزة لنجيبها من عندي عطار كويس طعمها ورحتها بيفرق جدا 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 في الاكل لان في انواع تانية بتبقى عاملة زي الطراب كده يعني بتبقى بجد بتسوق حامل الاكل هنخش بقى على روس انا حطيت سامنة مع زيت وقلبت فيهم بصلاية كويس شوحتها وبعد كده حطيت البهرات الخشنة اللي بنعمل بها الكبسة اللمون القرون في الورق اللوري الحبهان وبعد كده بحط البهرات النعمة بهرات الكبسة النعمة وقلبها حلو اول بقى مريحة بتاعتها تفحفح كده وتطلع هنحط روس بتاع الكبسة وممكن تحط المية او الشربة الاول انا حطيت الشربة فعلا الاول واول ما غلية حطيت الرز طبعا انا عارفة المايار اللي انا هعمله قد ايه فحطيته كده مباشرة على طول وطبعا زي ما احنا عارفين روس البسمتي كل منه بياخد عيارين اتنين من الشربة بتاصل جانبية شوحت بها صلايا صغيرة وفلفل الوان وفلفل اقدر تشويحها بسيطة جدا كأنه ما تشوحش يعني انضوبك لف كده وروح تمقلبها مع الرز قبل ما اطفع عليه واغطي عليه الحل ما هو مش عايزاي يستيوعي زي يفضل كده لونه ظاهر معايا وفي تكة ارمشة كده بسيطة بص الرز ما شاء الله فلفل الزيت طول ما العيار بتاعك بتاع الشربة مصبوط بيطلع معاك احلى رز بسمتي كمان عيار المادة الدهنية لان لما بنقللها هو بيجيب وبيبقى مجبس كده في قلبه ومش حالو يلا نغرف الطبق بتاعنا ان شاء الله هتعجبهم جدا جدا الفراغ ديت وهتكون طريقة بسيطة وسهلة بالنسبة لك تقدر تعتمديها في اي وقت تكوني مستعجلة فيه ده الشكل الجميل كل سنة وانتوا طيبين ان شاء الله للسنة الجاية بامر الله نكون مع الحجاج يا رب اللهم امين صلى اللهم وسلم وبركة على سيدنا محمد في الاولين والاخرين والملأ الاعلى الى يوم الدين